بمناسبة الكلام عن اللي يدور واللي يشوف هل كان فيه كشفين من الأندية الكبيرة جوة المباريات بتاعت دوني مراكز الشباب؟ وكل مباراة كان فيه موجود من دوين عن الأندية سواء درجة تانية أو درجة أولى أو ممتاز لانتقاء أفضل العناصر اللي محتاجها الأندية وكان أيضاً هل الكشفين منهم من داخل الأندية ومنهم من أكلاء اللاعبين والسنصار ده بالفعل موجود ولذلك احنا شفنا مباراة اللاعب محمد عاطف نجم مركز الشباب الخارجة اللي فاز بأحسن لاعب واللي فاز كمان بحداف البطولة مناصفة ده مباراة تم الإعلان عنه هو هيعمل فترة معايشة في أحد الأندية الفرنسية حلو جداً يعني ده خبر أنا أقوله من خلالكم لأن بالفعل مباراة كان فيه استمتاع بمباراة كان فيه عيون بترائب اللاعبة وكمل استقرار على أن محمد عاطف ده اللاعب الموهوب ده قلت لي هداف دور مراكز الشباب هداف دور مراكز الشباب السنة دي واخد أحسن لاعب في النسخة التسعة وإن شاء الله هيتم عمل فترة معايشة أسبوعين في أحد الأندية الفرنسية ده خبر جميل جداً ليشكل جديد